سهل الخير على كل مشاهدهم تابع موقع بصراحة الإخباري معاكم مكافشيك محمد مختار صحفي بالموقع باسم جاره مستضعفه عشان هو الوحده في البلد باسم يحكي لنا القصة وقصة جاره اللي مستضعفه وعيد ياخد منه البيت أو أخد منه البيت ده اللي هنعرفه من باسم ويحكي لنا ايه قصة المكتبة وايه قصة الفلوس اللي بينهم وتفاصيل الواقع ازاك يا باسم الله خليك سيد سبحانه محمد لله الحمد لله يا فضل معنى رباه الحمد لله ايه القصة دي؟ القصة دي انا كنت طبعا عندي مكتبة من مكتبة أدوات مكتبية ومستحضرات تجنيئ وكنت بوزع جملة على المناطق اللي حولينا كلها وكنت كان الحمد لله الدينية ماشية تمام التمام هو اعرض علي ان انا اخد منه فلوس كزا مرة وانا رفض اه جاري ده. اه جاري ده. اعرض عليك ان انت اخد فلوس وانت رفض. وانا رفض. اه. لحد ما قلت معين جال لي خلاص بس خد الفلوس ديت وشغلها بس معاك واحنا مع بعض وكده. فقلت له خلاص تمام ما فيش مشكلة ايام ما كنت بابني البيت فعلا. اه. لانه كنت فعلا ايامها مزنوق. تمام. خدت من الفلوس. اه. وكان بياخد ارباحه شهريا. مم. ما كانش في مشكلة خلاص والدينية كانت ماشية. تمام. جيه هو قال لي ايه خلاص ايه صفيلي بقى ايه الشهر اللي جاي. جلت له انت هتصبر علي شوية. لان مش هينفع اصفيلك ايه على طول. تمام. وفعلا ايه اه صبر الراجل شوية وبدأت برضو ايه. ده اخدت من الفلوس دي بعد قد ايه من اه من فتحان المكتبة. لا بعد فترة. بعد فترة يعني ممكن اه انا فتح المكتبة من الفين وتسعة. تمام. انا وقتها منه من سنة بالزبط من النهار ده. تمام. الحمد لله هتديني معي يا شغالة مية فل وعشرة. تمام. فاديته معاد قلت له خلاص الفلوس دي هتكون جاهزة في المعاد ده. وما تيصرش ان انا ايه اسدله في النفس المعاد. فجيت بعدها اه كنت انا عندي شغل تاني في في ليبيا. وطلحت. وطبعا ايه كان هو دخل اه دخل البيت عافية. قلت بالك وكرش عيال من البيت. ده دخل البيت عافية. وطرد اولادي من البيت. تمام. وطبعا اه بعدت كزا حد. وطول ما جماعة انا دلوقتي فيه معايا فلوس. يعني انا رجحت. اول ما رجحت طبعا رحت عملت محضر غصب حيازة. في مركز سيد سالم. المحضر طبعا التحافظ اداري. رحت خدت المحضر وعملت التظالم عند المحمد العام. ورجحت رحت لمحمد بيه. محمد بي عاطف. اه محمد بي عاطف. وشارحت له الموضوع. قلت له الراجل ده ليه معايا فلوس. وانا بقول لك الفلوس دي موجودة. يعني انا موجود معايا منها الراجل ده ليه عندي انا موجود معايا خمسمائة الف. انا ليه بضاعة باتنين مليون ونص داخل البيت. انا لا عارف اخش البيت. ولا عارف ابيع بضاعتي. ولا عارف اعمل اي احا خالص. وبعدت ناس يعني الناس الكبير عندنا اللي بيقعدوا في البلد. بيقعدوا في اعداد عرفية. بعد تأزد من تلاتين اربعين واحد. ما حد يش راضي مش عارف مش راضين يحلوا معاني. مش راضين يحلوا معاني. لا مش راضين يحلوا معاني. المبلغ كان ادي ليه تمنمائة الف النهاردة. ارباحه بكل ما بيه. تمام. تمام? انا بقول له النهاردة اخد خمسمائة الف امت موجودين. يعني فلوسه كمان موجود. اه فلوسه موجود اه. انا مش يعني مش ناكر وانا مش اه انا بقول لك خد خد خمس. مش ناكر ومش نصاب. لا انا بقول لك خد الفلوس وفي ناس الفلوس مش معايا. الفلوس مع واحد راجل محترم جدا عندنا من البلد. الراجل ده بيقعد في جاعدات. طوله اعمل حج الفلوس معاك هيت لحد اما حل لي مع الناس دي وانت حل لي معايا. تمام? اه. وفي اللي اقول لك لا. هو كل القصة ان هو خلاص داخل البيت وعايز ياخد البيت. تمام? انا دلوقتي بقول لك انا بسدك خد خمسمائة الف وخلال ايام من ساعة ما اخدش بيتي انا اللي هي بضاعة في البيت باتنين مليون ونص. انا عايز اخش ابيع البضاعة ديت اسدك وانا برضو علي في التزامات تانية مع الناس تانية عايز يسدها برضو. يعني انت لك في البيت بضاعة اتنين مليون ونص اتنين مليون ونص اه مكتبتي في البيت. مكتبتك في البيت. هو موجودين مش موجودين في كلام بتقال ان هم اخدوا بضاعة. بس انا ليه بضاعة في البيت. معه انا مش انا البيت مش تحت سيطارتي. البيت تحت سيطارت هو دلوقتي. خدت بالك اكبر دليل برضو انا هقول حاجة ان لما دخل البيت بتاع الكاميرات اتشال. طب ازاي? مم. ما دي برضو حاجة تشككك. يعني طب الهارد الكاميرات اتشال ليه? انا دلوقتي. اه الهارد الكاميرات اتشال اه. انا دلوقتي بناشي طبعا انا رحت لمحمد بعاطف رئيس رئيس المباحث. الراجل محترم جدا 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 وسامح قصتي. اقتبالك بس اه محمد بعاطف طبعا اه جلل اه المخبر جاء عادي الناس ده مع بعضها وصول الحل. احنا ما بنوصلوش لحل. ما بنوصلوش الحل اللي ايه اسمحمد? بيت هرب يا اسمحمد. لا ده امراتك مش هتمضي ده. قلت يا جماعة انا امراتي خلاص مضت على العقد بالفعل ان انا بيق بيتي واخش اخد بضعتي واصرف نفسي واشوف دينيتي واشوف حالي. انا لا بتاع نزب. الناس كلها عارفة مين هو باسم هلول كويس. انا اتشغال مع الناس بجالة عشرة خمستاشر سنة عمري لمحدة بصت لعندي جنيه. ماه لو انت نصب دلوقتي كنت هتقول لي فلوس الراجل مش موجودة لكن انت بتقول لي فلوس الراجل موجودة معاي. يا اسمحمد فلوس الراجل موجودة. انا ما بقولتش لأ انا بقولت فلوس الراجل موجودة. الراجل ده مضانة على عقد بالاكراء. الراجل ده راح جفع للمكتبة في يوم وانا بقض بضعف برج العرب جفء للمكتبة. وطلع الايال اللي شغالة في المكتبة كرشو وقدك ما انتش فتح المكتبة غيره لما تنضيلي على العقد ده. مضي land عقد بالاكراء وبالعافية. ايوه مستضعفت انا انا واحد انا باسم هلول واحد في بغانيم. واحد يعني بيت واحد في بغانيم. تيجي انت عشان خطر الحج مصطفى. عشان خطر مجموعة وعيلة كبيرة. يعني تب في ايه يا جماعة? في ايه في ايه يا جماعة? يعني البلد فيها قانون برضو. انا انا بناشد رئيس الوزراء. وبناشد وزير الداخلية. وبناشد مدير امن كفر الشيخ. يا جماعة انا والله العظيم ما نصاب. انا بقول له فلوسة كهية. وانا مش عارف اوصل لحل. انا مش عارف اوصل لحل. بس ده بيتي ودي فلوسي وده شجاية سبعتاشر تمنتاشر سنة. بيصعب عليك نفسك لما. يا محمد انا والله ما فيه يوم بيعد غير لما دموع بتنزل على عنايم. مش قاضي. يعني وضع دلوقتي بعد ما كنت شغال وبعد ما كنت الدينية الحمد لله معي. مش عارف. انا يوميا بقعد في ايه? انا بقعد في انا كل يوم اروح عند حد من صحابك. رأس ملك كان قد ايه في المكتبة دي? كان يعدل اتنشر مليون جنيه. المكتبة دي? اه. ما شاء الله. كان فلوس ليا? كانت فلوس ليا? وكانت فلوس شركات. انا الشركات كانت بتدين بضاعة. يا اوز محمد انا كان فيه شركات ببلاء عند اربعة مليون جنيه. انا كنا بنشتغل كان فيه شركات بتوصل مديونيتها عندي اربعة مليون جنيه. لان انا كنت بوزق الجملة. انا باخد من الشركات دي اوزق وارجع اسد الشركات وباخد هامش الريح بتاعي اللي هو هامش الريح الجملة. ماشي. الملاقصات والحاجات دي كلها انا كنت شغال الحمد لله فضل من عند ربنا كويس. وتقدر تشتغل وتقف على رجليك تاني. واحد. يا عوث محمد انا ما عنديش مشكلة خالص بس اخش بيتي اطلع بضعطي اسدي اسدي الناس. وادي له بييت فلوسه. انا مش عارف اخش بيتي ااخد بضعطي. مش عارف ده بيتي بيتي مش بيت حد غريب. انا ما بقولكش ده بيتك وانا داخل فيها عافية. اه والله. والله وفي ايام بيتي الشوارع. اقسم بالله في ايام بيتي في الشوارع. والله العظيم في يوم بيهت على جهوة. انا معدش عارف اقول ايه? بس اضعفك يا باس? ايو اسم محمد. فلوس الفلس موجودة? والله العظيم ام اسم محمد. انا في اعلى معدش عارف اعمل ايه? انا كده دلوقتي معدش عارف اعمل ايه? انا بناشي ان الشرطة ووزارة الداخلية انا فعلا ياري drawn والله العظيم فلوس الراجل موجودة. وعايز اخش بيت. يعني لو الراجل ده ياخد الفلوش الفلوش موجودة دلوقتي. الفلوش موجودة مع واحد عندنا من البلد وهم عارفينه كويس وعرضنا عليهم. اه. يعني ايه قد فلوش يطلع من البيت. ايه وانا ما عندش مشكلة اخد فلوسة كهيت. اخد فلوسة كهيت. انا عند بضع. اخد بضع تقبيحة واكمل لك بديد فلوسة كيبتة خمسمائة الف دلوقتي. موجودين. موجودين. انت ليه كثمانمائة الف? انا بقول لك في خمسمائة الف موجودين هم اخدش بيتها. اطلع بضعتي ابيع بضعتي وارجع دنيتي تاني زي ما كانت الاول. قلت لي جاب يافطة وحطها على البيت. اه جاب يافطة وحطها على البيت اه. قال ايه بقى على البيت. المكاتب فيها البيت بمجتملاته الدور الاول والتاني ملكه مصطفى عمر. خلاص. ما هو في حاجة برضو يا جماعة لو البيت ده باسمه او بيت ملكه مش هعلق اليافطة دي. لانا اكيد البلد كلها هتبقى عارفة ان البيت ده ملك اه صاحبه اصلا. وانا عامل محضر غصب حيزة بايه? البيت باسمي والارضية باسمي كل حاجة باسمي. والاوراق المشتداد كلها بطلع. كلها موجودة معي. وانا بعتها لك وابعتها لك تاني ما فيش مشكلة. بس انت بتصعب عليك نفسك. ايه باس محمد يعني انت كان بيتجلك انت لو جيت هكتلك او هاحبسك. في ايه يا جماعة? اه جل كده. وموجود مقاطح صوتية بكده. وانا هعمل فيك واخلي وطبعا كلام ما ينفعش ان انا اقوله. اه لما انت سفرت بقى باسم و جيت اه البلد يعني. اه. اه لو وليته دخل البيت اول تصرف انت عملته ايه كان ايه? انا لما جيت اول ما جيت اول ما جيت البلد طبعا مسيكنا في بعض وروحنا المركز. تمام? وبييتنا في المركز وطلعنا. تمام? لما هو دخل البيت انا روحت اعملت محضر غصب حيازر. انا طبعا دلوقتي ما ينفعش اروح البيت ان انا بقولك انا الوحدي. انا لو روحت اناك هتجيت فعلا يعني بص اصف حمد انا مش ايه ايه فات فضل فضل معنا. انا يعني انا لو روحت هتجيت. يعني لو روحت انا هتجيت لبنا انتهيت. طب انا فيه التزامات معايا للناس. الفلوس دي كلها ما كان يش بتاعتي. الفلوس اللي انا كنت شغال بياه ما كانش بتاعتي. الناس دي كتبطاصق في بس. كتبطاصك ان الناس دي كتبيت وايضة يديني فلوس. و انا كنت بسدها. قدت بالك? انا كنت مثلا اليارده بيعت 10 ربيعت و 15 ربيعة افって об 20. برايح احطهم في البريد في حسابات الناس. بطلق الكسب يا بس. الحمد لله انا عندي زبون وعند قاعدة جماهيرية وقاعدة زباين محترمة جدا. انا عندي قاعدة الزبائن محترمة جدا. والزبائن اللي تعاملت معاها كلهم بالاجماع يشهدوا بالكلام ده. الزبائن كلها. اه الزبائن كلها تشهد بالكلام ده. والزبائن كلها مش مش يعني انا معانيش الزبائن دي من النهاردة ولا مبارح. ده الزبائن بجاء معاها بجاء لها عشر خمسار سنة. الزبائن دي عارفة مين هو بس مهلول كويز. ولكن فلوس الراجل موجودة. انا ليه بصر على فلوس الراجل موجودة معاك? اه لان دي بتعتبر امانة وانت له لو لو فلوس الراجل مش موجودة هتقول bunker انا ما معيلش دي اصلا دي اصلا. يا عزيزي محمد أنا لو فلوس الراجل ده مش موجودة او لو انا نصاب زي هما هو بيطلع في البلد وبيقوله ايه اللي كان خلاني ارجع? هما بيقوله ده باسم عليه خمسين مليون انا لو يا عزيزي محمد لو انا عليا كمسين مليون او لو انا نصاب ايه كان خلاني ارجع? هي Technique grande عايش في البيت عايش في البلد. انا عايش في بس متخفق. مش يعني مثلا اقعد يوم هنا. اقعد يوم هنا. اقعد يوم هنا. مش عارب تدخل بيتك. مش عارب اخش بيتي. طب هعمل ايه? هعمل ايه? مرة اقعد عندي خالي. مرة اقعد عندي سيدي. مرة عن ضمي. بس طب وبعدين. وبعدين. والله بقول لك فيه ايام واقسم بالله العظيم في ايام بيته على جهوة. وفي ايام بيته في موجف. ازاي? البيت بتاعك ده كم دور يا ابن? تلت تدوار. البيت تلت تدوار اه. يعني قلت تديته فلوسه دلوقتي وروح هتروح طول في البيت على طول. يا اسم محمد مش رادين يحلوا معي. مش رادين. ما قولك بعدت ازد من تلاتين واحد للحل. مش رادين يحلوا معي. مش رادين يحلوا معي. البيت ده يعمل كم دلوقتي? البيت ده يخش في خمسة ونص وستة مليون. ستة مليون جنيه. اه. طب بين ايه على ادراعك يا انا? ايه? بنيه على ادراع اهو. انت شاف ان هو طمعان في البيت? ايه هم بعتوا لي. ان احنا عايزين البيت بتاعك ده اخره ثلاثة مليون. يشتروي يعني. اه. بس انا مش هابيع البيت بالنزام ده. عاديين يشتروي بيتك? اه بتلاتة مليون من أستمة. هو قاعد في الدور. هو قاعد هو جاف للمكتبة وقاعد في الدور التاني. اولادي يجاعدين في الدور التالت. يعني اولادك قاعدين في نفس البيت دي. في الدور التالت ما هو حيروحوا فين يا والسى محمد هيتشاردره اخرين. هييتشاردره اخرين. يعني انت الوحدك اللي بره البيت. اه هو مش رادي دخان للبيت. والاولاد اصلا جاعدين ايه? جاعدين البوابة مكفولة. كتبه لك يعني يعتبر جاعدين في سجن. يعتبر جاعدين في سجن. انا لو في مكان تاني هطلح مجاعتهم فيه. انما انا مش عارف اعمل ايه. يعني عيالك قاعدين في نفس البيت اللي الراجل ده مغتص بالبيت. اه اه. قاعدين في الدور التالت. في الدور التالت. اه الشجل اللي هي بتاعتي اصلا اللي انا جاعت فيها اللي انا مشطابة واقعد فيها اه? وهو قاعد في الدور التاني فوق. قاعد في الدور التاني وقافل المكتبة وقافل الصندرة وقافل. وكاتب يفطع البيت. وكاتب يفطع البيت. من البيت ملكه هو. اه البيت ملك هو. وبعدت كزا حد يحل. بقول لك والله قزل من تلاتين واحد. ناس بتاعت معدات وناس محترمة جدا. مفيش حد عارف يحل معاه. لا محدش عارف يحل معاه. وانا محدش عارف اعمل ايه? متابعين متابع موقع بالصلاحة الاخباري. اه قصة درامية. بنسمعها من باسم. اه والاول مرة بنشوفها في قفر الشيخ يعني. اه باسم عنده اه اه بيت. اه وفاتح مكتبة اه في البيت. جاره طبعا عايز يشاركه مرة واتنين وثلاثة. من الاخر كده طمعان في باسم. اه باسم اخر مازيه قال له عم هات الفلوس انا شغال لك معي. الراجل ده فلوسه موجودة دلوقتي مع باسم. والراجل ده قصب بيت باسم. وقاعد في بيت باسم. انت قاعد في البيت ليه? مفلوسك موجودة خدها وامشي. باسم بيباد برا عند صحابه وعند جرانه. رغم ان اهل البلد عارفين ان البيت مش ملك اه مصطفى ده. طب باسم هيفضل قاعد في الشارع لحد امتى? ومعاه طبعا الاوراق والمسندات وفي محضر رسمي في اسم شرطة سيدي سالم بالقصة دي وبالواقعة دي. طب هل باسم هيفضل كده في الشارع على طول? ولا باسم اه مصيره ايه طيب يعني لو رجح حتى البلد. رغم ان فلوس الراجل موجودة. وولاد باسم قاعدين في الدور التالت. والراجل ده قاعد في الدور التاني. طب ده ينفع ابو الاولاد عايش برا. البيت مطروض. كل ده عشان صاحب البيت مستضعف باسم عشان هو من بلد غريبة واقعد في بغنيمة في سيدي سالم. قصة درامية تنفع تتكتب مسلسل يتحكى في شهر رمضان اللي جاي. ولكن احنا بنحكي في شهر رمضان النهاردة. شهدينهم تابعينا ده كان لايفنا من قف الشيخ. كان معاكم محمد بختار صحفي بالموقع.